يمكن كان الحديث خلال الأيام اللي فاتت تحديداً على غلاء الأسعار وإن فيه سلع مش متوفرة وفيه بعض التجار اللي أصبحوا يعني بيستغلوا هذه يعني الأزمة تحديداً علشان يتكلبوا على السلع أو تكلبوا المواطنين على السلع في ارتفاع الأسعار لكن دايماً في ظل يعني المعاناة بتلاقي بصيص أمل ونور كده جاي من بعيد وهو ده اللي لفت انتباهي امبارح امبارح لقيت مبادرة لطيفة جداً مبادرة لطبيب في الشرقية أعلن من خلالها استقبال المرضى غير القادرين في عياته الخاصة بالمجان وكتب بخط إيده كده الكلام ده في روشيتة نشرها على صفحته الرسمية على الفاسبوك ويقال فيها نصاً عزيزي المريض إذا كنت لا تملك ولا ترغب في دفع ثمن الكشف فلا تغجل أن تطلبه مجاناً فهذا حقق وهذا واجبي أعتقد يعني أن إحنا كمان من واجبنا أن إحنا نشيد بالموقف الإنساني للدكتور ده ونشاور عليه ونبرز ونشجع أي حد يقدر اللي هو يساعد أو أي حد محتاج فعلاً لمساعدة يقدر يخفف من ألام المرضى يقدم الخير للآخرين لأنه ده دور مجتمعي دور مهم حاجة إيجابية فكرة اللي أنت مش بس يعني زي ما بنقول كان فيه ناس كانت بتعمل حاجة وحشة لوما كانوا بيستغلوا ارتفاع الأسعار منه لأ فيه ناس تانية في ظل هذا الارتفاع مثلاً بدأت اللي هي لأ إحنا هنساعد ولازم إحنا نشاور على الناس دي آه ده كان موجود وبدأ يبقى فيهم اتفراجة وانسيبية بمجرد ما تم الإفراج على هذه السلة لكن برضو الناس دي لازم إحنا نقوم لها وننحني ونرفع القبعة من كتر ما هم عملوا مبادرة وحاجة مهمة جداً زي ده والنوع ده من التكاتف والحب والمواد ده اللي موجود يعني ما بين المصريين جميع يعني بيأكد أنه دايماً الخير موجود في الأمة الخير موجود في مصر كمان دايماً ودايماً في الأزمات أو منرحم المعاناة دايماً بنلاقي الأمل أو الفرض أكيد وهو ده اللي بيعمل التكاتف وإحنا شفنا مبادرات كتير في الفترة اللي فاتت وأعتقد أن احنا هنتابع مع بعض المبادرات اللي بيبقالها معاني إنسانية جميلة خصوصاً أن احنا شفنا أطباء بيقدموا حاجات كتير للمبادرة في أطباء في كل المحافظات أو في المحافظات كتير من مصر بيخصصوا مثلاً يهم للكشف بالمجان في أطباء تانيين ممكن يكون الكشف عندهم بأسعار رمزي في دكاترة كوبار لغاية دلوقتي ممكن تلاقي تمن الفيزيتة عندهم أو تمن دخول الكشف 10 جنيه و20 جنيه كلنا فاكرين الدكتور الأشهر الدكتور محمد مشالي رحمة الله عليه اللي توفق السنة اللي فاتت وكادت الناس بتسميه طبيب الغلاب عشان كده احنا بندعم المبادرات اللي بتقدم الخير للناس بأن دايماً المصريين بيكونوا وقفين جميع بعض دايماً الخير حيفضل في البلد دي إن شاء الله ليوم الدين دا حياة مننا الخير موجود ويمكن أكبر دليل على ده إن مش بس الأطباء عشان برضو يعني نعطي كل دي حقه تحديداً لأنه بنشوف برضو كلهم في مجال عملي يمكن كمان كان فيه من يومين حاجة متدولة على بواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص محل فول وطعمية كان مقرر اللي هو من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً الساعة دي هو أي حد عاوز يأكل هيبقى الأكل مجاناً وهو مش قادر اللي هو على تمام الأكل ده اللي ما إقدرش على ده يفطر مجاناً وعامل واجبة فيه الوقت ده واجبة اقتصادية كده بعشرة جنيه فيها كل حاج ففكرة اللي بيقدر يساعد بيساعد وهو ده اللي احنا بنتكلم عليه فكرة التكاتف فكرة الخير اللي كانت بتتكلم عليه منه مش لازم يكون فيه كشف أو يكون لدى الأطباء فقط لكن ممكن فيه مجال عمل أي إنسان يقدر لهو يقدم الخير يقدر لهو يسهل على الناس ويساعدهم على قد ما يقدر سواء كان موظف سواء كان مهندس أو تاجر دكتور سوبر ماركت محل بآلة زي ما قلنا أي حد بيقدر لهو يقدم الخير أعتقد ما فيش حد بيتراجع أو ما فيش حد يعني بيتواني أبدا على تقديم هذا الخير لازم يعني الخير ده كمان بيرجع لك يعني ما فيش حد بيعمل خير أبدا منه غيره بتلاقي حلقة وبتلف بيرجع لك ما رجع لك شي ديك إنت هيرجع لك لولادك هيرجع لك في صحتك يعني دايما بيترد إحنا متعوذين على كده إحنا مصريين من زمان جدا دايما بنتعرض لأزمات ودايما بنقف جميع بعض دايما بيحصل لنا مشاكل ودايما بنقف جميع بعض ودايما بنعديها وربنا بيسترها معنا عشان كده ممكن نقول إن سؤالنا التفاعلي النهاردة قلنا على موقف قدرت من خلاله إنك تساعد الناس في شغلك إحنا متعوذين دايما نجاوب معاكم على السؤال إحنا النهاردة بنعتذر عن الإجابة حنسيب لكم إنتوا الإجابات ومستنين إجاباتكم على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحنستعرضها معاكم في حلقة النهاردة نصبح عليكم صباح الخير يا واصل